ومن حلب ينضم إلينا خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز خالد ضعنا في آخر تفاصيل سير المعارك وأين وصل الثوار وهل من تقدم من جديد؟ أهلا وسهلا بك فادي آخر التطورات العسكرية هي بأن المعارك ما تزال مشتعلة بين الثوار وبين قوات النظام وميليشياته المتواجدة الآن في محيط كلية المدفعية والنقاط التي باتت نقاط اشتباك مع الثوار آخر ما استطعت تحريره هو الثوار ليلة البارحة أو عند المساء عند المعارك يوم البارحة كانت هي منطقة الشرفة وهذه المنطقة المهمة جدا كونها تؤمن محيط مدرسة الحكمة المهمة أيضا استراتيجية كونها قلعة حصينة كانت تتخذها قوات النظام وبالإضافة إلى تلة المحروقات هذه التلة أيضا التي تحمي بقية التلال كتلة مؤتة وتلة أحد وهي على خط العرض مع مدرسة الحكمة ومشروع الالف سبعين شقة الآن الثوار لديهم مرحلة جديدة من المعارك لربما سنشهدها على عدة مناطق هناك استراتيجيات حتى الآن الثوار لم يعلنوا أين الهدف الرئيسي لكن الآن باتت المعارك على أسوار كلية المدفعية أحد أهم وأكبر قلاع قوات النظام في أحياء حلب الغربية أريد أن أنوه فادي بأن المنطقة المسافة التي باتت تفصل الثوار من ريف حلب الغربي نحو المناطق المحررة والمحاصرة هي لا تتجاوز الواحد والنصف كيلو متر فقط الآن أمامهم كلية المدفعية وأكثر من نصف منطقة الراموسة وبذلك يكونوا قد التقوا تماما وقد فك الحصار إن شاء الله عن أهلنا المحاصرين في أحياء حلب المحاصرة أكثر من 300 ألف مدني متواجدين داخل الحصار حتى الآن نعم خالد ماذا عن أهمية المناطق الجديدة التي يتقدم إليها الثوار يعني تحدثت عن تحرير عدة مناطق ما هي أهميتها وفق ما يتحدث عنه الثوار فادي لكل منطقة تتقدم بها في ريف حلب الغربي وأحياء حلب الغربية لها أهمية استراتيجية يعني عندما نقول هذه المنطقة استراتيجية أو هذه المنطقة استراتيجية نكون لا نبالغ باستراتيجيتها في المناطق المحيطة بها وليست استراتيجيتها كمنطقة مهمة في حلب يعني تحرير تلة المحروقات وتحرير منطقة الشرفة هي استراتيجية لحماية منطقة مدرسة الحكمة وكذلك تلة مؤتة ومشروع الـ 1070 شقة عندما كانت هاتين النقطتين بأياد قوات النظام ميليشياتي كان يصعب على الثوار الدخول إلى المناطق التي حراروها مدرسة الحكمة وـ 1070 شقة الآن تم تأمين الطريق بشكل كامل وستكون من هنا مركز انطلاق لتحرير جميع أحياء حلب الغربية وفك الحصار عن أهلنا في أحياء حلب الشرقية المخاصرة